أنا أعطيك تجربة ممكن شوف تجربة بسيطة عن كيف نزيل النيكوتين والقطران من الجسم نعم وراح أرجع من بعد التجربة معاك دكتور على موضوع الجهاز نفسه نفصل فيه شوي موضوع ترددات على الجسم ترددات حيوية فهذا شي شوي يبي لشرح لكن خلشوف شون طريقة طرد السموم من الجسم هذه زي ما شايف هذا قارو نيكوتين نحن مستخلصينه من حوالي 200 سيجارة 200 سيجارة جهاز بدخنهم وبعطيني قارو نيكوتين زي ما شايف هذا قارو نيكوتين تقيل جدا وصريحته سيئة جدا يعتبر تركز بهذه النسبة مادة سامة هذه مجموعة من المكملات الغذائية أنا محضرها بناءا على تركيز القارو نيكوتين بوضعها بهذه الطريقة وبحرك مكملات غذائية مكملات غذائية طبيعية بحث راح انتهى القارو صار تحت رواسم راح رواسم ولذلك احنا الشخص اللي بنعطيه برنامج لتنظيف الجسم من السموم في ممكن في اول 24 ساعة ده هو مو مقتنع ياخد جلن بلاستيك شفاف يتبول كل البول الناتج في اول 24 ساعة في هذا الجلن حيشوف نفس الرواتب هذي تحرك بهذا المنظر واصبح ماء خالي ماء ما في اي مشكلة بمنتهى البساطة وهذا الماء قابل للشرب ما في سمية هذا الماء قابل للشرب معقولة زي السموم اللي داخل وراحت انتهت شو انتهت دكتور انت تبخرت لا ما تبخرت انت عندك اكسيد النحاس مادة سامة اول اكسيد النحاس حاولت ثاني اكسيد النحاس قل سمية مثلا زرنيخ حاولته تغيرت خواص المادة نعم فاصبحت بدون سمية بس المادة اللي انت وضعتها هذي بودرة عادية البودرة هذي ايه فيتامين سي فيتامين بيوان هذي الخلطة انت مرتبها دكتور لا 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 هذي كابسولات تيجي مسجلة في وزارة الصحة عن طريق شركات وكلاء في الكويت نعم في لها وكيل بالكويت احنا مناخد الكابسولة منفتحها نسبة الكابسولات عددها نوعها من هذا النوع من هذا كم من هذا كم كل شخص حسب الفحص تبع السهم